خليني أرجع معا لي للسفير لحضرتك قلت أن القمة السنائية اليوم هي نتيجة القمة العربية الثمينة والعشرين هل هي نتيجة القمة العربية الثمينة والعشرين أو اللقاء اللقاء اللي كان على هامش القمة ولا من النتائج الإيجابية للزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترامب كان فيه وسيط مشترك يعني تقديري الشخصي أن العلاقات بين مصر والسعودية هي علاقات قائمة بذاتها هي لها ذاتيتها الخاصة بمعنى آخر أن هي لا تتأثر بصورة كبيرة بالتطورات سواء التطورات الإقليمية أو التطورات الخارجية بغض النظر من الرئيس الأمريكي مين في البيت لبيض لا مصر ولا السعودية تستطيع أي منهما أنهما يتحمل تكلفة الخلافات السياسية التي تؤدي إلى تباعد المواقف بين الطرفين لماذا؟ لأنه حضرتك إذا بصيتي حضرتك للخريطة سواء من ناحية جغرافية أو خريطة الصراعات المسلحة الدائرة في العالم العربي هتجد حضرتك أن كل من مصر والسعودية في قلب هذه الصراعات بحكم التاريخ وبحكم الجغرافية وبحكم منذ تأسيس جامعة الدول العربية والقاهرة والرياض هما القاترة للعمل العربي المشترك اشترك داريخ بمسل التواصل الاشتراعات التواصل الناس المنزل في اشترك داريخ و تحديد وهذا المشترك